اشتركوا في القناة التساؤلات مرة على مرة يطرحها الإخوة سواء على الخاص أو مرات حتى يتصلوا بي بعض الإخوة يطلبوا مني على جلباش ندلي برأيه في بعض المسائل فيما يتعلق بالإشاعات التي تسرب عن طريق الموقع هذا فيسبوك فيه ناس هما مختصين في هذا المجال ويستعملوا هذه الإشاعات قصد تلهيه العام مرات ومرات يستعملوها من أجل على جلباش شغول تست يستعملوها على جلباش هما يشوفوا ردود الفعل إنتعى الناس في الدول المتقدمة والدول المتحضرة يستعملوا الصنداش إحنا عندنا يستعملوا الإشاعات يشوفوا إذا كان فيه القابلية فيما بعد يقدموا لهذاك الترويج هذاك اللي كانوا يروجوله فيما بعد جسده إلى حقيقة إذا كانوا يشوفوا فيه رد فعل عنيف هكذا قالوا نحن خاطئين هذي هدر أنت جرانين وهدر أنت فيسبوك وهدر أنت مواقع فيما يتعلق بالتسريبات فرق بين التسريبات والإشاعات فيما يتعلق بالتسريبات التسريبات كي الناس اللي راهم يخدموا مع الأجهزة مثل المخابرات ومرأة لمرأة أعطيهم بعض المعلومات كسبق إعلامي على جلب هما يصنعوا منهم هذه النجومية لأنك لما أنت واحد يأعطي له معلومة فيما بعد المعلومة تتأكد على أرض الواقع أنت فيما بعد وش راح تقول تتقول سيد هذا بل يرى هو واصل وما كان الناس اللي راهم يخدموا مع الأجهزة المخابرات يسربوا لهم معلومات يعطيهم معلومات فيما يتعلق بعض الكلام هكذا اللي راه يروج هذه الأيام حاول التغيير وفيه مجموعة كما راني نقرع مرة على مرة مجموعة من الضباط ورعم قايدين حملها وكذا وفي المقابل فيه ما يسميهم هما بالفلول وإلى غير ذلك من المسائل بطبيعة الحل لحنا هذه المسألة التغيير ما رانيش نتحدث فيها ذرك في 2016 الناس اللي رهم يعرفونا يا إما أنه عندهم معرفة خاصة بنا يعرفونا يعني منذ النشأة مشي الآن رهم يعرفو الموقف انتاعنا من التغيير ومن النظام هذا ما مش محتاجين عاجل باش نذكرهم فيما يتعلق بالناس اللي ما يعرفوناش ومن حقهم ذلك لأنه إحنا ما كانش جهر تدعم فينا راني نبانو في قنوات فضائية والله في صحف والله كذا شيء اللي راني نقدمو فيه هو اجتهاد منا على الموقع هذه مرة على مرة هكذا من حقهم أنه ما يعرفوناش ولكن نذكرهم فقط من أنه هذه المسألة تغيير يمكنكم هو أنه تروح وتبحثوا في الموقع انتعى اليوتيوب فقط وتشوفوا واشكون هما الناس اللي كانوا يتحثوا على التغيير قبل ما يظهر هذا شهيل العربي وتشوفوا هذا الناس اللي راهم خرجوا ذرك ومنهم من يدعي من أنه بطل مغوار والناس اللي ما راهم شماشين في الخط انتاعه راهم جبانا وراهم ناس يبحثوا على الدنيا وناس ما عندهم حتى علاقة بالوطن وإلى غير ذلك من المسائل هذا الجبانا كان منهم عارف منهم من يتصل البيع الخاص والله لا يقدر يكتب تعليق على العام تعليق لا يقدر يكتب على العام الآن صار منهم البطل وصار منهم الفارس وإحنا لأنه لم يذهب معهم راهم مرة على مرة يستعملوا في الغمز وفي اللمز أنا ما نمش أحد مع واحد النشاط هذا اللي رأنا نشط فيه بدنا به في الجزائر لما كنا في الجزائر والناس اللي رأهم يعرفون يستطيعون أن يشهدوا بذلك وهذا الخط هذا اقتنعت بي وأنا في الجزائر قبل ما نخرج من الجزائر اقتنعت من أنه السير وراء الأشخاص سير وراء الأحزاب راه فقط هو مضيع عن تعوق لأنه مع الأسف الشديد النظام كان بالمرصاد للأحزاب وكان بالمرصاد للشخصيات بحيث هو أنه تم التشويه الكثير من الشخصيات السياسية وتم التشويه من العمل الحزبي من خلال الاختراقات ومن خلال تصفيات المختلفة بالتالي المواطن صار هو يشوف في هذوك الناس السياسيين أراهم رايحين يجلبون المشاكل وكفرت الناس بالسياسة بمعنى أنك تره أنت تدخل في حزب سياسي أو ستترشح ستتلقى غير المشاكل بالإضافة إلى أن هذوك الناس المرسوا العمل السياسي منهم الذين ستترشح للبلدية إنساء أهل القرية انتاعوا إنساء أهل الحي انتاعوا كين منهم الذين ستترشح للبرلمان نفس الشيء منهم الذين ستغير الهاتف انتاعوا غير العنوان انتاعوا وبل حتى الذين غير الزوج انتاعوا وغير حتى الأقربين انتاعوا وغيرهم والمواطن كره من الوعود صار هو لا يثق في هذا الناس السياسيين ومن كفرة هذه التكلاح كما يقولوا الناس يشوفوا فيهم كيف كيف يعني بمعنى قادر تلقى انت إنسان نزيه وإنسان نظيف وإنسان ولد فامي لا ولكن من كفرة هذه الحشو للمواطن المواطن كفر كفر صار ميثق في حتى واحد من حقه من حقه أنه ميثق إذا كان راهم كين الناس راهم جاو ورا عندهم منية راهم جاو في الوقت الخطأ جاو في الوقت الخطأ وإن الناس كفرت السياسة وكفرت بالسياسيين وأنا قلت ونعود نكرر شخصيا أنا لا أثق في أي شخصية الآن في الوقت الحالي لا أثق في أي شخصية الآن الشي اللي مؤمن به هو العمل الجماعي هذا الناس اللي راهم هما يعتبر من أنه هذا الشعب عبارة عن قاطع تغنم هما فقط يصوقوه أو الشعب فقط هو لازم يزكيهم ويمشي من وراهم وإلا ما هو الشعب هذا الناس ما زال ما يعرفوش سياسة ما زال ما مرسوهاش الشعب الجزائري لما تنزل ليه للميدان تعرفوش كون هو تعرفو رح كنتوه هو تعرفو رح كونه تسوأ هذه هي الخطاب على القنوة الفضائية ومن خلال الصحف وهو أنه كل إنسان يدير رح باللي راه بطل هذه إنسان يقدر يديرها لكن غدوة لما أنت تروح للشعب تعرف فيما بعد القيمة أنتعك عند الشعب رح من بعد غدو أنت رحم كان ناس يرحم ذرك هما معروفين يعني في الوسائل الإعلام يقول لك باللي ذا شخصية وطنية يعني دون هو أنه ظل نسمي في الأسماء أنتعهم لكن هو لما أنتع التوقيعات ينصفع شعب يمشي معه لماذا لأنه الشعب هذا هو يحبك تكون معاه في الصرا وفي الظرا يعني بمعنى لما يزوج واحد أنت ترح تبركله لما واحد هو يموت أنت تعزي الأهل أنتعه واحد يمرض أنت تزوره فيما بعد هذه العلاقة أنتعك مع المواطن تكبر فيما بعد المواطن من خلال المبادئ أنتعك من خلال الموقف أنتعك من خلال المعامل أنتعك إلى غير ذلك ليس كما بعض نحن رحمة لأننا في المنطقة أنتعنا بعض السياسيين هكذا يأتيك في جنازة وليس الجنازة أنتع الناس كامل يعني ربما حتى أقرب الأقربين أنتعوا الأهل أنتعوا ميرش لهم يأتي في جنازة أنتع واحد شخصية وأنه يأتي وناس تم ووسائل الإعلام وكذا يأتي ويحذر المواطن هو كيف يشوف من أن إنسان متكبر يشوف من أن إنسان متجبر يشوف من أن إنسان انتهازي بالتالي لما أنتعوا ليه في هذه كل مرة وتأتي ليه تقول لدي وحبي واندير وكذا يقول لك لعب على عراق العام علاقة له بالسياسة الناس ستفكر فيما بعد في النهاية يرجع رغم أنوفهم للانتخابات لأنك بدون الانتخابات لن تجد شرعية وراك فيما بعد إذا دخلت للنافذة ستخرج عليها لم يكن حتى واحد رائح رائح يخلط في هذه الدنيا حيث تشوف فيهم شخصيات هذو كيف رائح وكيف رائح شخصيات أخرى يأتي وما لازم تعتمد الأشخاص هذه انتع قال القيد صالح وهذه انتع ما لاب لأ احد يتبع في يحيا و يتبع في بالخادم و يتبع في حمروش و يتبع في زيد و يتبع في عمر ما لازم تركز على الأشخاص ركز على الجزائر الجزائر هذا انتع الناس كل انتع يحيا وانتع بالخادم وانتع حمروش وانتع حمد طالب وانتع القيد صالح وانتع توفيق انتع الناس كل واحد ما يقدر يقصي واحد لازم نتعلم بللي الجزائر للجميع هذه لازم تكون عندنا ثقافة عامة الجزائر انتع الناس كل انتع القبيلي انتع الترقي تع العربين تع الشاوي بالاختلاف انتعنا وبالتنوع انتعنا نعيشوا في الجزائر نختلفوا مش مشكلة نتصارعوا مش مشكلة سيدي ولكن فيما بعد لازم نفهموا باللي الجزائر انتعنا كامل مكان حتى فاصيل يحط روحهم من انه هو الوطني والنسك الخوانة او جماعة يحطوا رواحهم من انهم هم الاتقياء وهما الوارعين والناس رعا كفر وزنادق والله ناس يحطوا رواحهم من انه هم اللي جبوا الثورة وهو من اللي حروا الجزائر والباقي رهم عبيد واللي نف انتع شعب الله المختار هذه هي رنفها هذه الثقافة لازم تروح الجزائر انتعنا كامل واحد ما يقدر يهمش منطقة من الجزائر الجزائر تمشي مع بعضها كامل والخيارات والثروات اللي راها موجودة في الجزائر تتوزع للشعب الجزائري كامل صارنا نشوفوه قال هاو جاي القروب انتع الصحراء هاو جاي القروب انتع الشوية هاو جاي القروب انتع القبيل هاو جاي القروب انتع بنيمزاب ووليت هذه الفئوية وهذه الطبقية هذي اللي راها تكون في البلاد راها راها تحرق البلاد يا الخوة قداش من مرة وحنا نحذروا قداش من مرة وحنا نناديوا في الجزائريين الشرافاء لجلباش يتحركوا لما نقولوا في هذ الكلام ما راناش نخوفو فيكم رانا نقولو في الواقع لانه المشاكل انتع الجزائر ما بداتش من الان سراعات هذي اللي راها الان موجودة هي كلها نتائج انتع السلبيات تعتركوا انتع السلبيات هذي الشي اللي الان راه حاصل راه كله نتيجة انتع السراعات اللي تورثت والانقلابات اللي تورثت ركم شفتوا مالذي حدث المصالي الحاج شفتوا مالذي حدث الفرحات عباس شفتوا مالذي حدث البنبلة شفتوا مالذي حدث البنخداء وشفتوا مالذي حدث البومدين وشفتوا مالذي حدث الزروال وشفتوا مالذي حدث الشاذلي وإلى غير ذلك وبوتفليقة ركما تشوفوا فيها الآن وركما شفتوا الإنقلابات هذه في الأحزاب الحركات التصحيحية وفي كل مجالات وركما تشوفوا غير فريق متع كرة القدم ركما تشوفوا هام جابوا أنترينور هام الدوه هام جابوا واحدة أخر هام الدوه وأكذا والشعب الجزائري كأنه مش معني من جهة أيضا المواطن الجزائري مقصر في الدور نتاو كأنه لم يكن لديه أعرف دور نتاو ومبيل ما يهموش هو في البلاد اللي بغا تتحرك وهذا الثقافة هذه ما بقعتش قال مثلا عند مجموعة من الأشخاص بكري كانوا هذين ناس يعتبرون من النوادر قال مثلا هذا شخص إنسان لا مبالي الآن هذين لا مبالات أراها صارت كارثة في البلاد وراء ندرنا عليها برنامج في الإذاعة وطني الناس اللي تبعوا الحوارات متاعنا لمبالات هذه رأها والله الطام ما في البلاد ناس الجزائر رأها على أهبة انفجار وناس ما زالوا يبيعوا في الأوهام ولما نقولوا في هذلكلام مراني قلت ونعود نكرر باللي ما لاش نخوفه لما تشوف انت أخي المواطن شوف باللي المشكلة انت السكن ما تحلش في البلاد ليس لأنه الطراب ما كانش وليس لأنه السكنات ما كانش وإنما التوزيع العادل ما كانش الرشوة ما زالها موجودة راكم تشوفوا فيها ولا ترأي العين إذن عندنا مشكلة في السكن عندنا مشكلة في العمل البيطالة روحوا وشوفوا الناس الذين يسمعون فيها يقولون الناس عندها مشاريع وراءة تديوت وراءة الدول مليارات صحيح ولكن هذا في غياب العادلة كيف شوح ديره يدير ربع ملاير خمس ملاير ويخبط راسه في الحيط الأحساب لأولو وكان اللي راه وربا ما راه يبحث على جلبه يلقاه واحد يخلص له الأردونس وباش يروح هو القبيب للفرماسي باش يروح يجب الدواع كيفاش ناس قاعدة تأكل فيها قاعدة تدي في قطارات قاعدة تدي في الهيكتارات قاعدة تدي في القروض تدي في المليارات ونسمع لبلهاش الضرب أحرق ما يهموش المهم هو ما تمسوش ما تمسوش المصالح المعرفة والرشوة أراك ما تشوفوا فيها صار يعني الإنسان لما يروح للبلدية باش يجيب اكسترد نيصانس تاعو يا عباد الله شهادة الميلاد انتاعو يقول لك معرفة هاني شفت واحد وروح وعيط الواحد هو وعيط له باش يخدمك وراك ما تشوفوا يعني ما رانيش نجيب لكم فيه أشياء قال نحل فيها هولا راني نحكي لكم فيه أشياء من الواقع دركنتم لما تشوفوا هذه الأشياء هذي هذه أشياء بسيطة أشياء بسيطة في البلدية باش يروح يجيب وثائق خاصة عليه ولت بالمعرفة فما بالكم أشياء وحدة أخرى رك ما تشوفوا في الطرافيق تشوفوا في الآدروك رك ما تشوفوا في التسييب المدرسية رك ما تشوفوا في الإجرام اللي راهو موجود رك ما تشوفوا في الظلم في الحقرة رك ما تشوفوا في الرداءة في المدرسة في التعليم في الدعوة في كل مجال رك ما تشوفوا فيها رأي العين ما نيش نقول لكم فيه كاين صح كاين ناس اللي راهو منقولوا يخدموا ما نقولوش حنا بالله راح الدنيا كلها سوداء ما نشمل نوع هذاك كين صح ناس راهم يخدموا كين ناس راهم يجتهدوا ولكن التبلعيط راهم مازال موجود التظليل راهم مازال موجود ما زال الناس تأكل في بعض هالبعض ناس تأكل في بعض هالبعض تغفل راح صباتك راكم تشوفه في الطرقات القافز يفوت لا واسمه فروج ولا بلاكة تمشي ولا احترام تعقى قانون المرور ولا محزنون القافز يمشي كأنك انت في زرباء ومعنى بليش كفاش لذلك هذه الأشياء هي تنبئ بالخطر لماذا لأن هذه التراكمات السلبية هذه التراكمات السلبية را ندرنا عليها برنامج هذه فيما بعده وش تجيب هي تجيب الاحتقان والاحتقان هذاك فيما بعده ويجي من بعده الانفجار وقلت هاش حال من مرة باش ما نطولش عليكم ربما كان اخوارهم يخدموا وللا كان ربما اخوه كده عندهم نطريق ولا ما نطولش عليكم قلت هاش حال من مرة ولا واحد ولا مجموعة ولا حزب قادرين هما فيما بعد يحلوا الأزمنة على البلاد الأزمنة على البلاد لازم الجزائريين كلهم يتعاونوا باش يحلوها يحلوها بالتوافق يحلوها بالتآخي يحلوها بالتسامح يحلوها باش جزائريين يرحموا بعضهم البعض عندنا بلاد نتعاونوا على جلبة ننهضوا عليها أما هو أنه تأتي مجموعة مهما كانت المزايا نتعادل المجموعة هذا فيما بعد يقول لهما يمنوا عليك ويقول لهما حق ما تشوفوا فيهم الآن رأي العين ناس قبل ما يبقى يهرب علي الناس اللي راهم كان يتبعوا في النشاطات انتانا راهم شاهدين يعني راهم ما زالوا محيين والله العظيم غير منهم غير اللي راهم كان يتصل بي أنا شخصيا على جل باش نشوفوا له فلان والله فلتان باش يهضر معاه وذركة دائرين رواهم باللي راهم كين منهم اللي راهم في في المكتب تاع العملية رغم مع القايد صالح ورغم هم اللي يخطو وانت ماكفهم والو انت رغم مقطع بيك الحبل تتبع برك كين منهم اللي والله إلا كان يقدر يكتب تعليق والآن بعد ما راحتو فيق صاروا أبطال وصاروا كذا لذلك هذا الناس هذو اللي راهم الآن راهم يستعملوا في الإقصاء هذا في التعليقات راهم يستعملوا في الإقصاء وراهم منهم اللي راهم يحذر في الناس يعني ينوصلوا ونديروكم وخلاص كين اللي يقولهم باللي ما تشتاكلوا الرزق وكين اللي كذا وكذا هذا اللي يراه وذرك هو يهدد في الناس هو ما هو له ذراط الذراط الريح في الريح ريح في الشبك هذا غدوة لما يوصل للسلطة والله يوصلوا للجماعة اللي راهم معها هذا وش رح يدير لك هذا رح يقطع لك النعمة هذا راهم أكثر إجراء منه من التوفيق أكثر إجراء منه من الجماعة اللي راهم حاكمين بالتالي ذرك احنا على جلبة نحلوا هذا الأزمة في الجزائر هذا الترباب هذا هذا لازم يحبس المشيخة والزعامة هذه لازم تحبس لازم نديرو لها حد تكوينها بهذا الزعامات تكوينها بها وفوتت فرص كبيرة على الشعب الجزائري من وقت مصالي الحاج ورواح والتكوينه في التسعينات بنتاع المشيخة ونتاع واحد ما يعرفش يغسره هو جيفتي للناس تكوينها بها إذن الآن لازمنا نخدموه عمل نخدموه اليد في اليد ويكون هناك عمل جماعي عمل جماعي على جلبة نخرجوه من الأزمان نهائيا يا سيدي وش عليه راهم كين بعض الشخصيات السياسية اللي راهم ما زالوا يتمتعوا إلى حد ما بعض المصدقية يا سيدي إذا كان فيه رجال راهم في الجيش احنا رانا قلناها هذه مش مشي الآن رانا نقولوه فيها رانا احنا اللي قلناها باش يجيضوك واحد انا يدين روحوا باللي راه ومانيش عارفوشي احنا اللي قلناها احنا اللي كنا في كل خطاب نتوجهه في الحوارات متاعنا للشرفاء ونقوله دائما بللي كين شرفاء داخل الجيش وإحنا اللي كنا نقوله بللي في الانتخابات الرئاسية لازم ننهيئوا الأرضية لهذا الجيل الجديد هذا اللي تربى في الجزائر ودرس في المدرسة الجزائرية احنا اللي كنا نقوله في هذا الكلام هذا الناس اللي راهم ذك يشركوا في الغابهم هذا راهم ينقلوا في كلامنا وديرين رواحهم كأنهم هم اللي جابوه روحوا واحد يلكن هذا الناس هذو يجب التسجيل فقط تسجيل واحد قال فيه كلام من هذو الكلام اللي راهم يقول فيه الآن هذو الكلام احنا اللي كنا نقوله فيه في الحوارات وكنا نوجهه في الرسائل ولماذا؟ لأنه عشنا في الجزائر عشنا فيها ونعرفوا الدائم نره جاي وكنا نوجهه في الرسائل للوطنيين وبدأنا راهم الحوار موجود اللي درتوه على الأخشوشان راهم من شرع اليوتيوب تقدروا تشوفوه قبل ما يظهر هذا الشيء للعربي كنا نوجهه فيه رسائل لهذا الناس الوطنيين وشرفة وفي حوارات مختلفة هذو اللخر فيهم بدأ في الـ 2015 ولا في الـ 2014 وجايين ذركة منهم اللي ديروحوا باللي راه هو اللي راه يدير في التغيير وهو اللي أراه البلد تمشيه تحت يديه عايشين بالأمراض ناس مرضى نفسيين ناس مرضى مرضى وقاعدين الناس يعلقوا عليهم ويمشيوا معهم وكأنه كل يوم والله والله العظيم غير كل يوم على أرض الواقع يباني الكذب ويباني الخبل والله لو كانوا عندهم الوجوه والله منهم لو كان هذا لما نحاوه هذا سعداني غير روح يمسخ وجهه خلاص يمسحه الوجوه ما يزيش يبان خلاص ولكن هذا الناس وش رح تنتظر منهم ما عندهم حتى وجه يقابلوا به ناس وجوه ممسخين لا علينا المهم احنا لازمنا نفهمه باللي العمل لهذا يكون جماعي عمل جماعي لا زعامة ولا مشيخة فيه هذا الزعامة وهذا المشيخة شوفوا هاي حرقة سوريا هاي حرقة ليبيا هاي حرقة مصر هاي حرقة اليمن كله كله داير على الزعامة وعلى المشيخة احنا عارقا نشوف احنا في الدول هذه انتاع الغرب شوفوا العمل الجماعي وش رح يجيب عارقا نشوف احنا حتى في الفريق انتاع الكورة القدم العمل الجماعي وش يجيب بينما العمل الفرضي هذا صحيح هو انه فيه فنيات صحيح هو انه فيه تقنيات صحيح هو انه فيه وفيه وفيه ولكن مع ذلك يبقى محدود لازمنا العمل الجماعي نخدمه مع بعض فيه شخصيات رغم بعض شخصيات اللي قادرين يلعبوا دور يا سيدي ورع المشكل اذا كان احنا مطالبين باش نديروا قيادة جماعية نديروا قيادة جماعية ورع المشكل بدل من انه الناس ترح تدخل في الحايتق كان مجموعة من الشخصيات هاو احمد طالب هاو حمروش هاو اسمه الدكتور ذك علي بن محمد اللي كان وزير التربية هاو كانين شخصيات من الجيش اللي كانوا الى وقت ما في الجيش وممشوا متورطين في هذا الدماء خرجوا الاروترات ما زالوا يتمتعوا بمصداقية وما زالوا كذا لما لا ما نفكرش هنا على جلبش يكون هناك لقاء قلت هذا حل من مرة لقاء يكون في الداخل اللي قاء في الخارج وتتعاون الناس على جلبش يجيو يحضروا هذي يا سيدي تكون هناك نقاشات نقاشات ويجيو ناس خباراء كل واحد في المجال تعوه وتكون هناك نقاشات ونلحقو النتيجة تشارك الناس كامل 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 هذي الأحزاب اللي راه موجودة كامل هذي الحركات اللي راه موجودة كامل كل الناس تشارك هذو انتو عذبات الحرار هذوا اللي راهن في حركات الجماعة هذو انتو عرشاد كل الناس اللي كانوا في القيادات أنت على الفيس تعال فلان تعال ليران دين ناس كامل تشارك دون إقصاء ودون تهميش يكون هناك لقاء في الداخل ولقاء في الخارج وتتناقش الناس حول مشروع مجتمع مشروع مجتمع اللي يلم النس كل وتكون هناك خطط حمراء واحد ما يقدر يجاوزها لمن الإسلاميين ولا من العلمانيين ولا من كذا ناس كامل تتلاقع الجزائر هذه انتعنا كامل ونروحوا واحدة واحدة على جلباش نبنيوا الدولة للأجيال اللي راح راح أجي فيما بعد لماذا لأنه إذا كان خلينا هذا الأمور جي عصابة تنحي عصابة فيما بعد تبدأ تصفيت الحسابات من بعد انقلاب ونقعدوا احنا من انقلاب الانقلاب مناش خارجين إذن الإخوة والأخوات أنا أطلب منكم هو أنه ما لازمش تبقى وتبعوا في الريح والضراط سمحوا لي الكلمة هذه ما عنديش كيفش نعبر عليها بغير الكلمة هذه كي الناس راح تضرط فقط الضراط والكلام تعريح في الشبك حتى إذا راح كينا كينا قيادة عسكرية حتى إذا كينا قيادة عسكرية احنا نحوس على دولة مدنية نقعدوا نحن نظرك من انقلاب الانقلاب حوس على عمل جماعي حوس على دولة مدنية بأتم عن الكلمة نحوس على دولة مؤسسات تخدم الناس مع بعض البعض دير الناس دستور مع بعض البعض هذه الجزائر ليست مجموعة من الناس يأتيوا الناس يحتكروا الوطنية والباقي عبارة عن قاطع انت أغنم وانت أكذا ولما تجي الانتخابات تروحوا ومشيوا معهم الشعب لازم يكون في الخط الأمامي ما لازم يكون هو خارج وبركوه من التصفاك بركوه من التصفاك هذا اللي يجاد صفقوله اللي يجاد ضربوله الزرنة لازم الناس تعمل هكذا ولما راني نقول في هذا الكلام لاني نعني في حتى واحدة رأى عندي الشجاعة الكافية على جال باش نسمي الأسماء بالمسميات حان نحضر بشكل عام إذا كان رأى الكلام من تعيقية شخص والله مجموعة من الناس ما يهمنيش فيهم أنا رأى نتكلم في هالكلام والكلام هذا موش جديد بالنسبة للناس اللي يمون فيني يتبعوني إذن لازم يكون هناك عمل جماعي أما هو أنه أنا نمشي مع فلان والله فلتان والله نمشي أنا كما راهم هكذا ذرك الناس يهضروا نمشي مع هكذاك ومشي مع ما نمشي حتى مع واحد نمشي مع البلاد نمشي مع الجزائر والجزائر لازم لها جنراسيون جديدة الحمد لله عندنا طاقات عندنا مهندسين عندنا باحثين عندنا أساتذة عندنا أطباء عندنا دكاطرة عندنا كوادر في كل قطاعات الناس في الداخل والناس في الخارج ما زال يجي أنا يحكمني القايد صالح برطابل ما يعرفش يستعملوا غير لكان واحد وره له كيفاش يمشي يجي مشي نيانية في 2016 والله يجي مشي نيانة بوتفلي قبل كروسا عيب على البلاد عيب على الشباب أنه يمشيوا في هذا الخط هذا والناس هذو اللي متورطين في الدماء هذو ما عندهم حتى أدراه برا دقاش حتى كلام إذا كان رك فعلا تريد الخير للجزائر خلي المكان للناس اللي يديه منظف هذو الناس اللي متورطين في الفساد سواء في الدماء ولا متورطين في الفساد هذو يبعدوا لأنه هذو أي عمل رحين يشوهوه كيفاش انتع تجي ترى حتى طهر حاجة طهرها بناس فسدينة وعند لما يجي نظف البيت انتعه يجي بالي ينظفها بشي يرح يغمسها حاجةكم في الخمج ويجي نظف بها هذو ناس فسادة ناس متورطين في الدماء انتع الجزائريين متورطين في الآهات متورطين في مأساة انتع شعب كيفاش هذو احنا ننتظر منهم على جلبة شوما يغيرونا هذو بداية التغيير تبدأ بهم هم يروحوا حمد لله كان الناس اللي ممش متورطين هذو فوق روسنا الناس اللي ممش متورطين في الدماء مش متورطين في الدموع ممش متورطين في الحقرة في الحقرة انتع الله شعب هذو ناس فوق روسنا مع ان حتى مشكلة معاهم سواء كانوا في الشرطة ولا كانوا في المخابرات ولا كانوا في الجيش ولا في اي قطع وحنا نحاوسون البني والبلاد وفقط احنا نحاصروا هذا المفسدين المفسدين هذا اللي يجي ذرك آنا يحط لي الناس اللي المجرمين اللي كانوا يمصوا في الدم من تاع الشعب يدير لهم ووسموا يحب يغطي عليهم وفي المقابل يهاجم في الناس اللي خاطين هذه ما تمشيش معنا هنا احنا ناس طلاب انت حق ونحوسوا فقط هو انه نقفوا للناس المجرمين نقفوهم والناس المفسدين ما يهمنش فيه قبائلي عربي شاوي ترقي يعني لما يكون قبائلي النظ ضده ولما يكون عربي لا لا والله هو يكون بابا قاسم من بلا لو كان بابا والله العظيم غير نقفله في الطريق ما يهمنش فيه وش يكون راهو يخدم في البلاد نتحيله عربي ولا قبيلي ما يهمنش فيه راهو يفسد نقفله في الطريق هذه هي القناعة اللي لازم تكون عند النس كل لازم تكون ثقافة عامة وما لازمش يخدعوكم بالشعارات تعال الوطني الزائفة ولا الإسلام الزائف ما لازمش يخدعوكم الجزائر للجميع أي إنسان يحب يدير فيه أمن الناس لا فرقة بينه وبين هذا الناس اللي كانوا من قبل هذول اللي كانوا يستعملوا فنتاء المجاهدين وأبناء شهداء هذا راهو حركي أكثر منهم حركي أكثر منهم هذا الناس اللي يستعملوا الفئوية تعفيئة من الناس راهوها طاهرة والفئة الأخرى كلها تتبع هذا إنسان مجرم لا خيرة فيه ناس قاعدين يقدموا في تضحيات على مر الصينين وناس حبها تركب حبها تركب وتصل على ظهور الأبرياء تصريحات قادرة تشع النار في البلد ناس تسعى من أجل الوحدة الوطنية إذا كان نحن رأينا نخاطبه في بعض الإخوة ونتلطفهم هكذا على جل بش أنت تحافظ على الوحدة الوطنية يا سيدي كذا نكون أنا ضد مجموعة من الناس من المفسدين يا سيدي أراه ما أعتقد هو أنه إنسان منصف والله إنسان حتى رأينا حتى المفسدين وما في حد ذاتهم لما يشوفوا الناس طاهرين وما يستحيوا ها عم كينين الناس اللي رأيوا درق تلقاه هو قامارجي وتلقاه ساكارجي وتلقاه خارج الطريق خلاص ولكن لما يلقى إنسان نظيف وإنسان ولد فاميلة وإنسان طاهر وإنسان كذا والله غير تلقاه هو يسحي وينوظ له شفناها رأنا نعرفه الجزائريين ونعرفه المعدن انتهم يجي هو يقول لك باللي يتفضل الشيخ ولكن في المقابل لما يشوف واحد يلعب فيها يقول له رأينا تلقى لك ترك كثير وكينين الناس عندهم الحق تلقاه مرات يقول لك أنا ما نافقش يقول لك أنا ما نصليش بصح ما نافقش يقولوها على باله بروحوا باللي رأيوا خارج الطريق بصح ما ينافقش صادق وكين اللي تلقاه أراه دير شاشية فكراسو ولكن هو سربوتا كيم يقولو المهم باختصار لإخوة والأخوات هذه هي الكلمة نتاعي احنا الموقف نتاعنا الثابت يروح القيد صالح يجي يروح توفيق يجي ينضبط في اللقاء لكريعه يسحب على رجله يسحب على رأسه يقول لي عشي دير واسمه يلعب ناف في اليكيب ناسيونال القناعة انتاعنا الثابتة يقول لي هو المافونسونطرو يقول لي هو ماركيليبيت مع اليكيب ناسيونال القناعة انتاعنا الثابتة ما رأيش راح تتغير لأنه هذا المشروع حنا اللي راني حاملله واللي راني الناديو به موش مرتبط بشخص ولا مجموعة من الأشخاص يروحوا ولا يجيوا كيف كيف هدف انتاعنا واضح نحاوسوا على مصالحة وطنية حقيقية اللي ترجع البسمة واللي ترجع الأمل واللي تعطي الفرصة لهذه الكوادر اللي راه موجودة في الداخل وفي الخارج وتعطي الفرصة لهذه الشباب وكل الناس تشارك الناس اللي راني في الجيش والناس اللي راني في الشرطة والناس اللي راني في الدرك الآئمة الدعاة الأساتذة الأطباء العمال ناس كاملة البطالين كل الناس تشارك في هذا المشروع واللي ما هو ما هوش انتاع شخص ولا مجموعة من الناس وإنما انتاع مجتمع نسعى وعلى جلبه نحسو المجتمع وعلى جلبه يشارك في هذا المشروع بطبيعة الحال المشروع إذا كانت بينها المجتمع وشاف من أنه هذا هو المخرج بطبيعة الحال واحد ما راح يقف في الطريق نتاعه وإذا كان الناس ما راح مش مقتانعين بالكلام وراح مقتانعين بكلام غيرنا مبروك عليكم حنا أنا شخصيا أنا لن أسير ورائي شخص الكلام هذا اقتانعت به بعد ما مشيت مع أحمد طلب الإبراهيمي وانتهيت ما نمشي حتى مع شخص خلاص كان أحمد طلب الإبراهيمي هو الأخر خلاص صمت على هذا وانتاعه الشخصيات هذا اللي يقعد هو يدي في الباسبور ديبلوماسي ويقعد هو طالع هابط وانت مواليك ما تشوفهمش يموت هو والديك ما تشوفهمش خلاص انتهيت وكفرت بالسياسة وكفرت بهذا الناس السياسيين ما تليت نمشي حتى مع واحد لا حزب سياسي ولا شخصية مهما كان يقولوا لي بلي هذا من العشر المبشرين بالجنة نقولوا روح روح واحدك للجنة الجنة نتعك نارها نار بالنسبة لي نحوسوا العمل الجماعي لماذا؟ لأنه هذا العمل الجماعي هو راح وراح يغلق الباب الانتهازية منين ما يجي تحركين وظلوا الجماعة العمل الجماعي فيه الخير للجزائر أما العمل الفردي راح يجيب لك فيما بعد الاستبداد راح يجيب لك الدكتاتورية راح يجيب لك لا أريكم إلا ما أرا نحوسوا على عمل الجماعي اليد في اليد أرواح يدي ويدك صبعي وصبعك ويلا ونتوكلوا على ربي ونمشيوا هذه باختصار المهم الكلام تاعي راح واضح ما فيه لا تشفار ولا فيه معاني ولا فيه واسموا راحوا الكلام تاعي واضح اللي راحوا فهموا على السريرة نتاعه وأحسن النية ما رانيش ندعي الحاجة اللي ضر البلاد راني ندعي الأخو راني ندعي لجلباش نعمله مع بعض أنا اللي راح وشافه باللي راني حجره في طريقه ولا اللي سهل عليه هذا هو الكلام تاعي أنا قلت الباري حاول نعود نكرره اليوم نعود نكرره غضوة ما تمشيوا حتى مع واحد العمل الجماعي ومشروع المجتمع ما يهمكمش أنا شخصيا ما يهمكمش أنا المشروع اللي راني ندي لهم مش مشكلة شوفوا مشروع المهم شوفوا مشروع المجتمع وشوفوا ناس اللي ثقوا فيهم يكون عمل جماعي أنا راني مستعد لكل التنازلات ومستعد إذا كان أنا ما نشاركش ما عندي حتى مشكلة ما عندي حتى المهم الشي اللي يخرج لبلاد هو العمل الجماعي وشي اللي يخرج لبلاد هو المشروع المجتمع لازمنا نحل الأزمة نقضيه على هذه القاضية نتاع الإنقلابات نقضيه على الرشوة نقضيه على الفساد من خلال الوعي الجماعي وهذا البناء عميس هذا الجهوية هذا العنصرية هذا الحزبية هذه لازم نوقفها إذا كان ولابد يتوقف هذا العمل الحزبي نوقفه إلى مدامة قال لا معنا بليش أنا خمس سنين والله عشر سنين نقفه تتفق الناس وتمشي الناس هكذا خطوة خطوة على جلبة ننهضوه بالبلاد يا سيدي رحم فيه مجموعة من الشخصيات رحم موجودين نلتقيه يا سيدي فيه مؤتمر في الداخل وفي الخارج ونشوفه تتشكل حكومة نتاع واحدة وطنية تمشي الناس خطوة خطوة لانتخابات رئيسية انتخابات تعبر الأمان بلدية دير ناس دستور جديد وتمشي الناس واحدة وحدة على جلبة نبنيه الدولة مع بعضنا البعض ونفكره في الأجيال اللي راحها راحها تجي ما لازمش الإنسان يرحن البلاد يديرها وسمه كما الساعة على الحساب القصطن تعوه هو لازمنا نفكره في الأجيال نرسموه لهم معالم وفيما بعد هما رحم يجيوهما ويكملوا لما تنشئ انت جيل اللي هو مثقف واللي هو واعي واللي هو راه وفهم هذه المؤامرات كيف شرح الدور كيف شرح النس تخطط فيما بعد هو يوصل المستوى المسؤولية تلقى دورك واحد في عمره ستين سنة ما زال يجيح ما زال يلعب في العاب التعلويات لماذا لانه راسه فارغ تروح انتا الأمريكا والله تروح انتا الدول هذه اللي راهها مشات في العلم ومشات في الكذا تلقاه في عمره ست سنين تلقاه عالم احنا تلقاه ستين سنة ما زال راسه فارغ لماذا لانه الاسرة مطردقة الجامعة مطردقة المدرسة مطردقة الاعلام مفلق هذه هي احنا اذا كان حبينا على جل بش تنهض البلاد لازم هذه هي لازم مشروع انتعى مجتمع ولازم الناس تشوف البعيد تشوف العشرين ثلاثين ربعين خمسين سنة ما لازمش الناس تشوف قال الالفين و ساعتاش وتشوف الناس الالفين و سبعتاش كيف ما راهم ذرك يحضروا فيكم للانتخابات الشريعية البارح كانوا يدعوا فيكم الارواحه و سجيوا معنا و ذوك خلاص انتهوا من التسجية ذوك هم يحوسوا علاج الكين اللي راهم يحوس على موندا و احد اخرى و كين اللي راهم يحوس علاج لبش يدخل ذو ركراني قلتها لكم مش حل من مرة تشوفوا بعض الناس اللي كانوا يخطبوا فيكم عن القنوات الفضائية وهنا في صفحات انتعى الفيسبوك وتشوفوا فيهم غدوة تدو ليست تشوفوهم تدو ليست و فيما بعد ارواحه او تدعوا ارواح برك او ارواحهم مش مشكلة ان شاء الله أنني أتجل لك مشكلة حل السكنن تاعك و ان شاء الله ندعوا لك و هناك انه و كين الناس اللي راهم راهم تنوح مصالح منين ما شاف المصلحة انتعوه انتعوى مع نوردين خببه يأتي دور به انتعوى مع شوشان يلا يروح يدور بشوشان انتعوى مع زيتوت يروح يمشي مع زيتوت و راهم يشوف تبع رأيها كثير من الناس اللي رأيها تمشي فيهم المصالح تمشي فيهم المصالح واحد رأيه يمشي معك ورأيه هو رأيه يمشي معك ورأي خطط فيه مشروع رأيه دير حاجة في رأسه ما رأيه شي يفكر في البلاد ما رأيه شي يفكر في الحل نتع البلاد رأيه يفكر في مصلحته وين ما لقى المصلحة نتاعه لقى مصلحته مع المغاربية يروح مع المغاربية لقى مصلحته مع سعداني يروح مع سعداني هذي يبدل كيمة كيمة الظنية منتع الفروج هذك من المجرح يديه ما عندهش مبدأ أراه يمشي عليه كاي الناس اللي رأى ما عندهم مبادئ المهم حنا هذا هو الشي اللي يجمعنا تجمعنا البلاد تجمعنا القاضية لازمنا نتوحد وكلنا راجل ومرأة على جلبه نخرجه من هذه الأزمة أما المشي وراء مجموعة من الناس والله وراء شيخ والله وراء رئيس حزب هذا راه كله تضييع فرص واسألوا الناس اللي راه جربوا العمل السياسي اسألوا الناس اللي راه جربوا هذا المحن وراء متعلموا منها كثير من الشباب مع الأسف الشديد كاي منهم اللي عمره لحظر ندوى صحفية ولا حظر المؤتمر ولا نشارك في جمعية عامة وعمره ليعرف السياسة ربما راه قال واحد طحلو على الرنان تاعه طحلو على القصة تاعه وراه يسمع له ولكن مشي القضية في الكلام كاي معظم من الناس رك تسمع له تشوفه انت تقول هذا من العاشر المبشرين بالجنة ولكن نهار اللي يتعاملوا تلقاه باللي إنسان اسكره وتلقاه باللي إنسان راه عنده أطمع وتلقاه باللي شخصية ذيك اللي راه هو ديرها في موقع ولا راه هو ديرها في قناة ولا راه ما الشخصية ذيك راه شخصية غير حقيقية كاي اللي تلقاه اللي حيته اللي حينتع وسموهم بعده لكن ترح تلقى الأفعال تلقاه كل ما تقرب لها تعرفوا تعرفوا شكون هو هذه المهم باختصار مهم تحيتي لكم جميعا وبرك الله بكم ومع ذيرها ربما نتطولتا لكم شكرا لكم جميعا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم